إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يبلل فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها أن عامل المدلولها يوم الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رساله وأدى الأمانة ونطح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن التاريخ هو خميرة المستقبل والتاريخ الإسلامي له خصائص وميزات لا توجد في غيره فهو عندنا جزء من عقيدتنا ومراعاة لمقتبل الأحوال التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان والمثهام تتكالب عليهم من كل اتجاه خاصة بالخطر الرسولي والخطر الشعي والزاحف على ديار المسلمين وإن كنا من قبل تكمننا من زمن طويل في تلسلة محاضرات عنوانها شيعة اليوم أغطر من شيعة الأمس فالرسلة لن أقولهم الخطر القادم لكنهم الخطر الواقع الآن وإذا لم ينتبه جهاد المناعة داخل جسم الأمة الإسلامية فربما تكون العاقبة يعني تنظر بغير ما يصر وأهم عنصر في بناء هذا الجهاز المناعي الاعتقاضي هو الوعي هناك قائدة يتفت عليها جميع العقلاء أن من له عدو فإنه لن يتمكن من هزيمته إلا إذا طبق مبدأ اعرف عدوك اعرف عدوك يعني افهم عدوك واخبره حتى تستطيع أن تتقي شره الغريب في الأمر أننا في هذا الزمان نرى من الجهلة المقصرين في التحر الكلام قبل إلقائه على أواهنه والمجازفة بإلقائه بلا إخلطام ولا غمام نرى منهم من يدعون إلى محبة هذا العدو إلى حسن الظن بذلك العدو وبالتالي هذا أخطر ما يكون من حيث تأثيره كما قلت على جهاز المناع في جسم الأمة المناع لأفقادية وبالتالي نحن نضقنا المرارات والويلات من جراء مهادمة هؤلاء الأعداء من الزمن البعيد مش حنجيب التاريخ البعيد لكن حنجيبه في التاريخ القريب وحمى مات الدم التي تجري الآن مذابحها في شوارع بغداد وغيرها في محفوظات العراق فكأن هؤلاء الناس سمون بكمون عميون وهم لا يعقلون ولا يرون ولا يسمعون هذه المذابح وحتى هذه المذابح لا تكفي فيها عليهم يفيقون مما هم فيه من الغفلة والجهل والتجاهل لقضية غاة الخطوة فهم يقفون في خندق واحد مع أعدائنا دون أن يشعروا ودون أن يقصدوا فهؤلاء الذين يزيرون دين الشيعة الذي هو دين مغاير تماما لدين الإسلام ويخدعون شباب المسلمين بأن يقولوا إنه لا فرق لين نوينهم ولا يتقل الله أولا الذين يفعلون الفرقة ويكفرون الشيعة ويفعلون كذا وكذا موضوع تكفي في الشيعة ويستخدق أننا نحن نفرض بكلام بضوابط حرعية لأن موضوع التكفي هو موضوع حساس فمش هنتكلم فيه الآن لكن نرجعه لحوار مستقل فمثل هؤلاء الناس يتاهمون في ترويج مذهب الشيعة ويجعلون ظهورهم جسرا يعني يعبروا عليه شباب السنة إلى التشايع هناك مخاطر كثيرة جدا أن تحك بالأمة تحكوا بها فنحن نحتاجون إلى أن يكون عندنا وعث وبصيرة لما يرادوا بنا ليس فقط الكتاب الشيء بدا يزحف الآن على المعارض الكتاب ونحن ذلك في المعارض الكتاب تجد أخسام كبيرة جدا من الكتب الشيعية بل هناك فعلا من تسيع الآن بدأ يزحف التسيع داخل السباب الجاهل لأن كما قلت الاتهام من كل تجاه يبدو أن هناك قنوات فضائية شيعية بتزين هذا الدين البطل وتخضع بعض السباب بحيث فعلا بدأ يعني ينجذب بعض السباب لهذا الدين المحرف احنا شفنا بذلك في سباب الجامعات ظاهرة الزواج العرفي وكيف راجت رواجا سديدا ويخدعون أن تتهم بأن هذا عقل شرعي وأنه بيكتبوا ورقة ورحمة المحامة أو نحو ذلك من هذه الأشياء وكيف صارت ظاهرة خطيرة ما هو أخطر منها في الحقيقة أن يحصل غزر للمسلمين من خلال الزواج المتعة فقد يحصل له يعني نوع من الزواج أيضا بسبب الفتوى المشؤومة للشيخ شلتوس وأنا أعرف بعض الناس تزوج سنية وأقنع أهلها بأن هذا الزواج ليس فيه أي حرج لأنه إن كنت شيعيا لكن مذهب الشيعي شيخ الأظهر بحاله وجاب لهم الفتوى بيقول أنه مذهب خامس بالضبط كده اللي بيننا وبينهم زي اللي بيننا وبين مذهب الأحناف أو الحنافية أو المالكية أو الشفائية أو الحنافلة أو نحو ذلك فبسبب هذه الفتوى المشؤومة حصل ترويج لمذهب الشيعة وإستطاع أن يقنع أهلها وتزوجها لأن الناس بيستطاع ما يفهمون شيئا من هذه الأشياء الخطيرة فعليه الأحوال فنثير أو نطير بجناحين الجناح الأول هو دراسة دين الشيعة ودراسة محاولات التقريب ومدللات التي تعكسها والجناح الآخر دراسة لثق تاريخ الصحابة هذا أمر في الغاية الأهمية أعتقد أن مراعاة في الصمع الحال تحكم علينا أن نتصدى لهذه القضية في دراسة علمية جدة كنت منذ زمن أتوق لأن أدرتها وهي مثال الدكتورة من كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول في وجدة المغرب بإشراف الدكتور فاروق حمادة وصاحب هذه الدراسة الرائعة الجدة العلمية الموفقة هو دكتور محمد أما حزون رجل فاضل من إخواني الثلاثين فاضل الأجلاء في بلاد المغرب فجزاننا وخيرا أنه محب هذا الجهد الرائع لمثل هذا الدكتور المغرب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة هذا هو موضوع في الثلاث الدكتورة تحقيق مواقف الصحابة رب الله تعالى عنهم في الفتنة من روايات الإمام الطبريف والمحدثين تفتكروا ليه خاصة الإمام الطبريف طبعا لما كانت مصنفاتي أو كتب التاريخية أو مرجعه في التاريخ فيه شيء ثاني ثلاثين العقيدة فيه حد تكلم في حاجة في عقيدة الإمام الطبري فيه كده كلام يلفت النظر أو فيه منهجه نسمعكوش أنه رمي بالتشيع فذي أهمية لما ندرس أمامهج الإمام الطبري نستطيع أن نصحح الموقف من هذا الكلام الذي يشاع من أنه فيه تشيع فهذا ما سيفصله المؤلف هنا وإن شاء الله تعالى تكون دراسة يعني جدة ودراسة نافعة لكن حقيقة المشرف على الرسالة أستاذ الدكتور فاروق حمادة حفظ الله تعالى قدم مقدمة جيدة لهذه الرسالة يقول إن موضوع هذه الأطروحة المعلونة بتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين موضوع في حد ذاته جليل وخطيش وذلك لأنه من الموضوعات الحية المتجددة مصاحبة للإمثانية لا بقية الأرض مسلمون لما اتمرت الكلمة المدونة هادية للبشرية منهمة لها يُعنى بدرسه المسلمون عامة والمؤدركون بصفة خاصة وذلك لأن للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم موقعا متميزا في مسيرة الإمثانية الطويلة وركبها الممتد فشأنهم ليس كشأن غيرهم رضي الله عنهم وعملهم لم يسبقه سابق ولم يلحقه لاحق لقد كانوا معجزة من معجزات الإسلام وحجده القائمة على الدوام لقد قال بني إسرائيل لموسى عليه وعلى مبينا الصلاة والسلام مع أنه أكبر أنبيائهم وأعظمهم شأن قالوا يا موسى إن فيها قوما جدارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين أخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وضينا القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين رجلان من الجيش لدم تمكن الإيمان منهما وعرفا قدر رسولهما قال رجلان يعني الجيش الكبير لكله إلا عرف قدر موسى فقط منه فانظر إلى طرق بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى بل وحواري عيسى عليه السلام عرف قدر رسولهما وتمي إلى الإخلاص في تنفيذ أوامر ربهما ولا يبعد أن يكون هما النبي موسى نفسه وأخاه هارون لأن السياق قد ينشعر بذلك قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فذا في قول إن للرجلان نبين أنعم الله عليهما إيه هما موسى وهارون نفسهما عليهما وعلى نبيه الصلاة والسلام وأما عيسى عليه السلام الرسول العظيم والنبي الكريم فقد كان حواريوه وهم خلصه وناصروه غير عارفين حق المعرفة بربهم ومشككين باستفاء الله لسيدهم ونبيهم عيسى بن مريم عليهما السلام لذلك كانوا متربدين غاية التردد في الكثاف حوله والتضحية في سبيل دينه وشريعته يقول الله تعالى عنهم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستفيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء من السؤال هل يستفيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا اليد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأوالينا وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خلق الراغفين أين هؤلاء ممن وصفهم الله تعالى حتى قبل أن يخلقوا بمئات السنين وصفهم بقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هذا متح من ظاهر ظاهرهم ركوعا وسجود أما الباطن المية يمتعون فضلا من الله وردوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود خسوة والمسكنة والتوامل ذلك مثلهم في التوراة يعني هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في التوراة قبل أن يخلقوا ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاتغلظ فاتوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا عملوا الصالحات منهم مغفرة أجرا عظيمة وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أين موقع الأجيال عداهم من قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنذلت تكينة عليهم وأثابهم فتحا وقرد فأين هؤلاء الذين يخدعون أنفسهم ويضلون المسلمين ويفتحون الباب من غزو الفكر الشيعي أين هم من هذه الآيات من الذين يمدحون في هذه الآيات هل بعد هذا تكون قضية مقام الصحابة في قلوبنا قضية خلاف وقضية عذر ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هم يقولون الصحابة كلهم إلا ثلاثة أو خمسة مرتدون فهم شر أمة مخجات للناس وليسوا خير أمة فأتنى هم الله فأل هذين مما يقالوا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تعذرهم كتكين الصحابة تعذرهم كتسبع البكر والعمر هذه قضية مبدئية بمعناها أنك بتصف الرسول السلام معاذ الله وحشاه بن فشل جيل الذي رباه جيل كله كان منافقين أبو بكر في زعم المجرمين الضلين كان منافقا كافرا كان يومه بالإطلام ويخدع الرسول عليه السلام وإنه كان بيعذر صنم في الجهرية وإنه كان بيعذر الصنم ده حتى لما دخل في إطلام كان بيرموته في عنقه ولما كان يزبد كان يقصد السجود بالصنم فجيل الحق والخرافة كما تكلمنا من قبل فالقضية قضية مبدأ ما فيش حل وسط ومن انزعكش بقى هم اختاروا النار واختاروا الهلك إلا أن نكون أحرط عليهم من أنفسهم هم ارتضوا هذا المنهج ارتضوا لأنفسهم فليدفعوا ثمن وليبقوا في عاقبة فيه هم اختاروا هذا الضلال المبين فنبكي عنهم ليه ونقول الوحدة الإكلامية ما هو زي اليهود وزي النصار ما ارتضوا الكفر ومشارحة به صدورهم هؤلاء أيضا اتضروا هذا الضلال المبين وتغذت منه نفوسهم الخبيفة فما شأنونا ولهم يعني لهم دي لهم ولنا دي فمسألة أن بعض الخطواء يطلع المنابر ويتكلم وقول أن ما فيش فرق بيننا وبينهم ولما تيجي تواجهه بشيء دياج جاء للحيلة الدفاعات بتاعة الإنكار مش قادر يعترف بالحقيقة مش قادر يواجهها هو يتمنى ما تكونش حقيقة لكن لما هي يتمحها بينكف لأي كتب دي مدسوسة لأي الكلام دا ما حدش قاله لأ دا عداء الإسلام هو يبرواجه هادش بتحلم بايه انت بتحلم وانت دول حلم بتحلم بحلم تاني فغارك في الأحلام وبعيد عن الواقع المجاذب للتجرف العراق لأهل السنة قتل العلماء والتهدافهم قتل الشباب ما يستطيع الشباب الآن في العراق أنهم يصلوا صلاة الجماعة وإلا يقتل المسلمون في الشوارع يقتلون على الهوية مجرد أن أثمت أنه سنة يقوله فيلق بدر يسمي نفسه فيلق بدر ففيلق بدر بات مشرك بدر ومسمي نفسه بدر فيلق بدر ساعات يخدوه ويوديه من الشرطة ومن الشرطة يخدوه من التميين وإكلوه حتى يكون أحد الشباب الأراقيين أنه إحنا في الأراق إذا اختفى بعض الإخوة فإذا عرفنا بعد ذلك أن الأمريكان هم الذين اعتقلوه برحمة الله سبحانه وتعالى على ذلك أما لو كان الشيعة هم الذين سوفتان يوم هم باقيهم مضروبين بالنار مقتلين ففيما ذا فإنتوا اتحلموا بإيه ويكسي بقى غفلة لأن ذا بيسهل الغاز ودي خطورة الأمر أن هذا المهادلة بتسهل أكثر القنوات المصدرية من جهة وبعضين حاميها يبقى حراميها يعني الشيوخ المصد يوعون نات ويحموه من هذا الضلال وهذا الكفر المذين هم أنفسهم بيفتحوا الباب نخترق ونغزى من داخل لما كفاء علينا نحضى الوطنية مع النصارى يعني لوهيد هم كمان وعايزين يطلبوا بحزب في وقت من الوقات يا منتخلات طلب الشيعة في مصر أنهم لهم عدد كذا وكذا ألف عايزين يعملوا حزب سياسي خاص به فيكفي يعني غفلة لا أسمع أنه لبعض الشراب تشيع إذن يعني قضية الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني قضية من جزء من العقيدة وذلك العلماء يعني أدرجوها في غير مسائل العقيدة الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالقضية مش قابلة من الآذار يعني هي حق وباطل أما نحن نقول لنعذرهم ونشوف أجه الاتفاق الاتفاق عليه يريد تكون في حاجة نتفق عليه نتفق معهم في القرآن لا هم يعتقدونها بتحريف القرآن نتفق معهم في السنة هم لا يأخذونها أي حديث إلا من رواية أهل البيت وذلك لا يعترفونها بالبخاري ولا مسلم ولا باقي كتب الستة على الإطلاق نتفق معهم في إيه إيه تاني باقي في الموقف من الصحابة يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنه عقائد الإمامة وعقائد البطلة وعقائد البطلة التي حدثنا عنها من قرنه بالتفصيل المهم نعود لموضوعنا يقول دكتور حاروق حمدة بهؤلاء الغر الميامين رضي الله عنهم أعز الله هذا الدين وبسط رحمته على العالمين ولهذا استحقوا أن يكون الصفحة الغراء في كتاب الوجود ولهما تطولت الأيام وتركمت الأعوام ستبقى صفحةهم مضيئة هادية ستعلق بها النفوس السوية والقلوب الرضية وينحرف عنها من اجتالته الشياطين وردوا أن يكونوا في ركب المتخاضرين القاعدين ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفتحون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأمفتهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وإذا كان هذا الدين بشرا بكل ما في البشرية من أبعاد وبكل ما فيها من نوازع فلن يتأتى لأحد أن يدعي لهم العثمة في القول أو العمل أو يمنحهم صفات الملائكة المقربين الذين جبلوا على الخير وحده ولم يكن للشر إليهم سبيل لقد عمل بعضهم فأخطأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبه القرآن عتاباً أحداً وتنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فلاوة الأتيف اللاحي واجتهدوا فأصابوا حين وأخطأوا حين آخر ولازلنا نتخير من أقوالهم من استهادية التشريعية ما نشاء حالة اختلافهم ونبعوا ما نشاء ومن نظر الأحكام عرف ذلك فكم من مرة تخلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن رأيه وكم من مرة تخلى عمر عن رأيه كما في قتال أهل الردة وتركها مثلاً يضرب وصداً يرم أصابت امرأة وأخطأ عمر هذا الفرد صحة وكم قال عثمان رضي الله عنه لو لا علي لها لك عثمان وذلك في مناسبة حينما أراد رزم تلك المرأة التي ولدت ستة أشهر عير ذلك كثير ولما اتتفعت الفتوح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام من أرجاء الأرض أمم وشعوب بيضها وحمرها وكان من الطبيعي أن يحدث أمران اثنان أولهما ساعة الاجتهاد ويتبعه ساعة الاختلاف في الرأيه وثانهما كثرة كيد الكائدين للدين في شخص حامله وحماته ودعاته وكان أعظم الكيد قد انطلق من فئتين اثنتين اليهود والفرس فاليهود حسدا وبغيا وقد أفاض القرآن الكريم في بيان كيدهم وحقدهم ودفهم بما لا مزيد عليه لمستزيد لأنهم كانوا يعيشون مع المسلمين يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعون في كل فتنة ضده وأما الفرس فكما يقول أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمة الله تعالى كانوا من سعة المل وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون تائر الناس عبيدا لهم فلما انتحروا بذوال دولتهم عنهم على أيدي العرب تعارمهم الأمر وتباعفت لديهم المصيلة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى وكان من قائمتهم المقمنع وبابك الخرمي وأبو مسلم السراج وغيرهم ورأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام والثمان أهل التشيع لإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واستشنعهم معالي رضي الله عنه ثم تلكوا بهم مثالك حتى أخرجوهم عن الإسلام وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأحدث الحلول وإسقاط الشرائع وغيرها حتى إن علي رضي الله عنه أحرق طوائفا منهم الحلول ده بألبي الكوميني يعني الكوميني ليس بنا ضلالات ابن عربي يقول وإن الأمور التي كانت تحدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت مراكز العداء ضدهم تتلقفها وتضخمها وحدثت فتن أعظمها الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا وهي أول فتنة في الإسلام واستسبعها فتن أخرى ومنها وقوف معاوية ابن أبي سوشان رضي الله تعالى عنهما الذي كان أميرا في الشام قبل أن يلي عثمان الخلافة في عهد أبي ذكر وعمر واستمر في عهد عثمان وقف في وجه علي رضي الله عنه مطالبا بدم عثمان الذي قتل مظلومة تعددت المواقف بشأن هاتين القضيتين وتباينة الآراء فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتلة والتضميل فأما أهل السلة والجماعة منذ الصبر الأول فقد وضحوا الموقف وبيّنوا وجه الحق ودرسوا القضية من أوثق الطرق وأوفى المثالك وحملوا الأمور على أحسر المحام لكن الكائدين حادوا عن الجادة والتمر عبر القرون في ترسيخ الأداء وفي عطرنا الحاضر ومع مطلع القرن العشرين تقريبا لم يبقى شيء من الإسلام إلا تعرض لمحاولة الهدم والنقب والتشويه والتحريف بدأنا القرآن الكريم ومرورا بالسنة الشريفة والفقه والتشريع وانتهاءا بالتريف والحضارة وكان التاريخ ميداما خصبا لحملات التشويه لأنه الوعاء الجامع وخاصة تاريخ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليثبتوا فكرة أساسية مفادها إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يلتزموا الإسلام ولم يتقيدوا به فغيرهم من باب أولى فالهدف التشريع على الصحابة وتزييف تاريخ الصحابة حتى يشويه هذه الصورة المشرقة التي تمد الدعوة في كل الليل وفي كل عصر بطاقة وبقدر على يعني الاقتلاء بهذا الأدمور الفريد في تاريخ البشرين فلما يشويه يبقى إن كان الصحابة نفسهم من تزمج بالإسلام وكانوا طلاب دنيا فمن بعدهم يعني أولى وليعبثوا بدلالات النصوص من خلال آراء ألصقوها بهم وأطوال نصبت لمعضهم وانجرف في هذا التيار أصحاب تخصصين اثنين أولهما الأدباء وثانهما المؤرخون وقال الأدباء وجالوا في ميدان فسيح على غير هدى أو منهج وأثروا كثيرا بنتاج غذير من قصص ومفرحيات وتاريخ وروايات حتى ثلنا اليوم نسمع هدين القول وتفيها الرأي لما يعني يجب رده ورحده على كل مسلم أو عالم مخلص وخاصة المؤرخين ثم أثنى على بحث الدكتور محمد أمحزون وقال إنه خالق بحوث شائكة وأراء خطيرة بشجاعة وإقدام وثقة ويقين بما يكتب وبغيرة واضحة ولهجة صريحة من غير خسل أو مواربة لقد كان في بحثه هذا مؤرخا لا يحكم على القضية إلا بالنظر في جميع أحبابها وأطرافها وحجاجها من مظنها بما لها وما عليها ثم يبد ما يراه الحق ويدلل على ذلك وهو سملي المالكي لم يجرفه نزق أو طيش مما نراه من حب التعالم أو الظهور بالمخالفة ليعرف أو التعالي والكبرياء ولو على حساب الحقيقة والعجل ثم ذكر أنه تكلم في هذه المتائل متمكنا من مصابر بحثه عارفا بها خاصة كتب الحديث والسيرة والتاريخ ووضع عده على مصادر التاريخ الإسلامي الصحيحة كتوريخ البخاري والباب حكم الأرزي والبن لذري والخطيب البغددي وابن عساكر وابن الأفير والذهبي وابن كفير وابن خلكان وابن حجر لأن المادة التاريخية تؤخذ من مظنها كما هو معروف ولا تؤخذ من كتب الأثمار والأشعار كما نراه اليوم عند نفر من المجازفين الأمار ولقد التزن في بحثي هذا بالمصطلح التاريخي وإدارات المؤرخين وهذه الكتب التي اعتمدها لها من المكانة الرفيعة والمنزلة العالية ما لها عند كافة الدارتين والباحثين ولم تتخفه مصطلحات رائجة لا دلالة لها ولا قيمة في ميزان المعرفة بل هي تعمينات وتعتيمات ثم ذكر أنه في الباب الأول درق قضايا المنهج وعوامل التحريف في التاريخ الإسلامي ومنهج ذراكته وفقه تاريخ الصحابة فقد جال في الواقع السكري المعاصر وأطال بعض الشيء في ذلك فصل الثاني والثالث بحث في التبري وتاريخه ومصارر التبري وثلاث الأسانيذ والرواع التي اعتمد عليها والكتب التي اقترس منها وذلك بعد أن قدم ترجمة نييرة للتبري الإمام المجتهد السمي ردا شبها وافتراءات عليه ليخلص في النهاية إلى منهجه في كتابة التاريخ وقد كان موفقا في ذلك وإن أطال وأكثر لأن التبري كان ولازال مرتعا خصيبا بما يخطفونه منه من واهر جوايات وضعيف الأخبار والشكايات يتكئون عليها للطعنة الدين وأهله وأئمة المسلمين في النبي الثاني وطأ بمقدمات همة عن الفتنة والسبائية التي تناقل الناس أخبرها عبر القرون جيلا إثرديل وأنكرها نفر من الجاهدين المعاصرين مخالفين ما تواثر واتفق الناس عليه وينطبق عليهم قول القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاد النهار إلى دليل فقدم من حجج النقول وخوي الأخبار عن الأوائل ومن تبعه من اللحقين مدللا على ويوج هذه النحلة نحلة السبائية ورأسها عبد الله بن ثبئ اليهودي لما فيه الكفاية والمقنع لمن أراد الحق وقصد السبيل كذلك مهد في مرحة الخاص مهم جدا عن عوامل الفتنة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ولما عرض وقصد السبيل وقصد السبيل رضي الله عنه والمآخف التي نسبت إليه رد عليها بما رد الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان منصفا عثمان رضي الله عنه ردا عن خماه ما ألصقه للجالحون والأحداث قبيما وحديثا ثم أتبع ذلك بموقف الصحابة من الفتنة عموما وهذه الفتنة خصوصا وفرارهم منها وابتعادهم عنها وأتف وندم من لابتها وأبلتها ولو بكلمة وموقف التابعين لهم منها من تبرئة الساحة في أصحاب رسول الله صمع سلمة وحمل من لابت ستنة منهم على المحمل الحسن وظلم الجميل بهم ولما ورد الباب الثالث وقد تشابكت الأحداث تبعا نفعة المجتمع الإسلامي واتفاع رقعته ومآل الخلافة إلى أمير الممين عليم رضي الله تعالى عنه جمع المشوص ومحص الأقوال وحصر المواقف في ثلاثة أولها موقف المطالبين بدم عثمان وثانيها موقف المتريشين في طلب القصاص حتى تهدأ الأحوال وثالثها موقف المعتذرين للفريقين وفرارهم من الفتمة وهم استوادوا الأعظم إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإثناد صحيح إلى محمد بن سيريل التابعي الجليل قال هادة الفتمة وأصحاب رسول الله صلى الله فلم عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مئة بل لم يبلغوا ثلاثين وقال الإمام أحمد حدثنا أمية بن خالد أنه قال يشعبة بن الحجاج إن أبا شيبة يروي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا فقال كذب أبو شيبة والله لقد ذكرنا الحكمة ذلك فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة ابن ثابت ودى الله تعالى وقال لقد كان هذا الفصل على غاية من الأهمية إذ أماط النسام عن كثير من المعلومات الخاطئة الرائدة التي يصورون بها الصحابة وهم يحملون سيوف مطالبين بالدنيا والمناصب غير آبهين للنبادئ وأسس الدين فرد عن حماهم وذاد عن سيادتهم وترامتهم رضي الله تعالى عنهم لقد ترتب عن هذه الفتنة نتائج عقدية وعملية فقد نشأت فرق ونمت أفكار لا تزال تبري في جسم الأمة الإسلامية وكان هذا الفصل الأخير مبينا لأسسها موضحا لمنطلقاتها كاشفا لأفاخها ومن يقرأ هذا الفصل يضع يده على كثير من أسس الانحراف الفكرية والعقدية ويدرك الاتفاق بين الفرق الإسلامية ونقاط الخلاف وعول المصنف إلى جانب كتب التاريخ على كتب الحديث بل صحيح كتب الحديث وقد أكثر منها لأن الكتب التاريخية من ناحية الثبوت والطمحيص لا ترقى إلى كتب الحديث ولا تدانيها وكان بمؤالفته بين كتب التاريخ والحديث في سياقة الأحداث واستكمال النصوص موفقا غاية التوفيق ثم ندلس إلى مقدمة المصنف الدكتور محمد أم حزون فيبدأ بعد المقدمة بقوله إن إعادة النظر في التاريخ الإسلامي مطلب منح إذ ليست الحاجة إلى التثبت من الأخبار وتوفيق النصوص التاريخية الإسلامية لأقل من الحاجة إلى باقي العلوم الإسلامية الأخرى كالتفسير والحديث والتق ذلك أن معظم البدعة التي لا زالت حية في الأمة إنما ترتكز على تزمير تاريخي وتدليف في رواية أحداث صدر الإسلام خاصة مما لا أدعو مجانا للشك بأن التوعية التاريخية ضرورة ما بد منها لاكتمال التوعية الشرعية والرؤية السليمة علما بأن تاريخ الإسلام في عصر الراشدين هو التاريخ التطبيقي للإسلام عقيدة وشريعة وطبعا هذه بلاية موفقة جدا وبيان ببركات دعوة الشيخ الأنباني رحمه الله تعالى إلى التصفية والتربية وهما الشرطان عنده يعني لنهضة الأمة الإسلامية لا بد أولا من التصفية ثم التربية التصفية تصفية كتب الأحاديث والتفسير وغير ذلك ومنها كتب التاريخ مما تصادم مع حقائق يعني الإسلام فهذا أحد الجناحين المهمين يقول إن الباحث أو المؤرخ المسلم كثيرا ما يخص بالمرارة أو يصاب بخيبة الأمل وهو يتابع تفاصيل العصر الراشدي وهو العصر الذهبي في تاريخ الإسلام في حشود الروايات التي تقدمها مصادرنا القديمة وعلى رأسها تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري فيدل البون شاسعا بين المثل والمبادئ الإسلامية وما يعهده عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلامة في الاعتقاد واستقامة في السلوك وما كان عليه من خلق كريم وإثار ما عند الله عز وجل وبينما تصوره الروايات التي نقلها بعض الرواة والإخباريين على أنه الواقع التاريخي ولا شك أن هذه الظاهرة الغريبة تستدعي التأمل وتدعو إلى عدم التسليم بروايات مؤرخين القدماء إلا بعد دراستها وتنخيصها ولقد تعالت في العصر الحاضر دعوات صادرة عن كثير من الكتاب والمفاكرين المسلمين تنالي بإعادة دراسة التاريخ الإسلامي ثم ما لبث الأمر أن ترح على لصات البحث من قبل هيئات علمية ورسمية وأول من دعا إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي يعني وصل هذه السنة الحسنة هو الشيخ بحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في مؤلفاته ثم الشيخ تيد قد في كتابه في التاريخ فكرة ومنهاج إلى أن قال وجذير بالإشارة أن المقصود بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي هو تلقية الكتب التاريخية من الشوائب والأخطاء والروايات المجنون يعني أحيان يقصد بكلمة إعادة كتابة التاريخ إعادة تزوير التاريخ يعني لتدخير التاريخ خادماً لبعض المذاهب أو الاتجاهات السياسية أو الفكرية أو نحن نحن فذي إعادة تزوير التاريخ لكن الذي يقوله هنا تنقية الكتب التاريخية من الشوائب والأخطاء والروايات الشهلة والمجنوبة ومن ثم إعادة الصفياغة والتصفياغة وفق المنظور الإسلامي بهدف الكشف عن الحقائق التاريخية من جهة والاستفادة من دراسة التاريخ في مجال التربية والقدوة الحسنة من جهة الأخرى ثم شرح لماذا هو مهتم بتاريخ الصحابة فق تاريخ الصحابة وتنقية تاريخ الصحابة لا تيما عصر الخلفاء الرشدين رضي الله تعالى عنهم وذكر أن من أسباب ذلك أولا أهمية عصر الخلفاء الرشدين حيث يقوى تأثير العقيدة في الدوافع سلوك المسلمين أقام واقفهم من ناحية ولخطورة تاريخ صدر الإسلام الذي يمثل التطبيق الصحيح لتعاليم الإسلام الكاملة الشاملة من ناحية الأخرى يعني حتى الثميني قاتله الله كان يقول أن الرسول الإسلام فشل في تربية أصحابه وكان محافظا بالزلادخة والملافتين إلى آخره وإن الإمام المهدي حينما يخرج من الترداد سوف ينجح فيما فشل فيه الرسول عليه السلام هذا من ضلالات هذا الدجال الكذاب فأي واحد يقول أن يحقب الإسلام نعبد أيضا أن يجعل من أركان هذه المؤامرة وهذا الكيد هو أن يزيف التاريخ يزيف التاريخ الإسلامين فمسألة تشويه تاريخ الصحابة لها بعد خفير جدا لأنهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وفيهم تمثل الأنموذج النادر الذي لم تشهد البشرية له مثيلا والذي استحق أن يصف الله سبحانه وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وراء الله تعالى عنهم أي معين يقول فهو أن يمثل التطبيق الصحيح لتعاليم الإسلام الكاملة الشاملة من ناحية الأخرى وهو صورة نموذجية والمثال الذي يجب على مجتمعتنا الإسلامية المعصرة أن تسعى للوصول إليه ثانيا أن المثلمين اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى معرفة فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثر تربيته فيهم وما كانوا عليهم من علوم الهمة التي صاروا بها الجيل المثالي الفذ في تاريخ البشر وفي ذلك تنبيهم لهم ليحسنوا القدوة ويكونوا خير أمة أخرجت للناس حتى يتسمى لهم يعني في هذا العطش إنقاذ البشرية من دركات الحيرة وتوته والشقاء وترشيذها إلى خير الدنيا والآخر يقول أيضا إن تاريخ الأمم الأخرى كتبت لأقلام أبنائها وإن أتهم فيه غيرهم والأصل أن نحمل نحن المسلمين مسؤولية كتابة تاريخنا بأيدينا وأن نعرف بحضراتنا ومبادئنا وقيمنا وفق تصورنا لها حتى لا تكون دراستنا بالتاريخ صدى ونعكاة لأراء وأبكار غيرنا يعني حصلت مآسي ومآسي بلا استحياء يعني لما يكتب التاريخ الإسلامي راجل دبتا عن الهلال فأضر الهلال لسه إيه؟ جوجي زيدان ويطعم في الصحابة ويشوه كل الوجوه الجميلة في التاريخ الإسلامي ونصرانه ولا يستحيث ولا يوارد وإن البلغاية الصراحة ويعتبر هذا مرجعا عند بعض الناس ينخيل عن جوجي زيدان أو طرح فئن الذي ندى بحياته للطعن في الصحابة ولإنكاء الفتنة يعني هو تم كتاب الفتنة الكبرى هو فعلا فتنة كبرى يعني مش الفتنة الكبرى التي يدعيها من الصحابة فتنة كوه كتاب نفسه هو فتنة الكبرى يضلل وينفث حقده على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام فهو حسين يعني زي ما قولنا قبل كده أهمية المنهة السلفي وميزاته إحنا عاشين في جو بالضبط كده زي جو الجماعة في الأغياف اللي يجيب الفح جو الحضرة ويبدأ فتنة الفح ويعملوا عليه الشاي أو يستدفئون به وطبعا لأن الدنيا جو برد فليقفلوا الشهوية وبالتالي بالضبط يتنفسه إيه بقى احتراق غير كامل فيطلع لهم أول سديك كفر فيطلع لهم غاز التام ويقبلوا يتنشكونه إلى أن يتثمون ممكن يموتوا وهم لا يشعرون لأن الجو كله متثمم الجو حواليا متثمم يشربوا صموم ويكبسوا كل حاجة صموم زي ما احنا وضعنا بقى فتلوث البيئة العقائدية والفكرية أشد من تلوث البيئة بالمعنى الذي يتعمل الآن وإحنا غرقانين في سموم وبنتنفس هذه السموم كما نتنفس الهواء من كل جهة جاينا السموم لك إذا قام واحد قبل ما يسيبه من الاختناق بهذا الغاز ورح فتح كده يعني إيه نافذة تدخل الهواء نقي هذه نافذة هي الإطلال على تاريخ الثلف الحقيقي تاريخ الصحابة نفاهيم الإسلامية النقية الصوفية هذا هو منهج السموم يحيي الناس ويحفظهم من هذه السموم ويعيدهم إلى الحياة من جديد فإحنا في ملاهج التعليم السموم في التاريخ في الإعلام الآن القرارات الفضائية من كل نحي السموم فلذلك نحن نبطرين نتكلم رغم أن الأصل هو السكوط عما شجر بينا الصحابة رغم الله قال عنه لكن أحنا الآن في حالة دفاع عن كياننا وعن هويتنا وعن عقيدتنا وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك هذا يتعين أننا نرد على هذا الكلام الذي يشيع ويذيع في كل مكان خاصة ضهضة الشيعة في هذا العصر تشكل تحديا خطيرا جدا لأهل السنة والجماعة ومصيرهم فيقول هنا ولا أكون مبالغا إن كنت إن التخلف الحضارية بالعالم الإسلامي ينعكس على تقويمه للتاريخ إذ إن بعض المعنيين بالتاريخ المنبهرين بالفكر العالماني ما بين نعكسين عن الإسلام أو كارهين لتاريخه وإن كنت تفتكروا إلى إيمانهم بضرورة إحداث فجوة بين الماضي والحضر وعزل النشك عن الإسلام وشريعته وتراثه العلمي ومن ثم احترفوا الكتابة التاريخية نقلا عن المستشريقين وترجمة كتبهم التي يجبون فيها مادة للتدريس والكتابة لا تكلفهم البحث والتدقيق والتأليف ولا يؤمنون بعد ذلك بالصموم التي ينفطونها في المجتمع الإسلامي بهذه المناسبة أنقل كلمة المستشريق شافليه من فرنسي بيوفي المنصرين ويقولوا إذا أردتم أن تعزوا الإسلام وتخضدوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قبط على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السرب الأول والرئيس لاعتزاج المسلمين وشموخهم وتبب سيادتهم وغزوهم للعالم عليكم أن توجهوا جهود هدنكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم أنظر لهذا كلام بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وتحويلهم عن كل ذلك بوصفة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر الروح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي حتى ولو لم نجد إلا المغفلين منهم والسبج والبسطاء لكفان ذلك لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أرسالها أهمية التاريخ نحن شفنا التار لما دخلوا بغداد وردموا نهر رجلة لكتب الإسلامية والمقرطات الأمريكان لما دخلوا بغداد كان الأهم شيء عندهم تحقيم هذه المكتبات التي تحتوي على كنوز من الطلاف الإسلامي التار جدد من جديد هؤلاء المحوش الهبك الذين يدعون للثقافة والتنور والحضارة إلى أفل وما زالوا يمارسون يعني سلوكياتهم الوحشية فموضوع التاريخ موضوع في غاية الأهمية من نسبة لبعث يعني الأمة الإسلامية يقول رابعا يعني لما يتفعل الاهتمام بتأريخ عصر الخلفاء الراشدين اعتقادي أن الذي يقرأ الكتب التاريخية القديمة منها والحديثة بوعي تاريخي وعقيبة سليمة سيشعر فعلا ببخامة للحراف والخطأ الذي وقع فيه كثير من الإخباريين والمؤرخين القدامى والباحثين والكتاب المعاصرين ألا في الماضي فقد خلف من بعد جيل الصحابة والتابعين خلف كان تدويل الأخبار في زمانهم فاغتلق ووضع بعضهم على خير الكرون أخبارا كاذبة أخرجت بعض الصحابة رضي الله عنهم من باب الفضيلة إلى ضدها حتى صارت لأشرف عصور الإنسانية في أبهان الناس صورة مشوهة تخالف ما كان عليه أولئك المجاهدون البررة والأولياء الأخير رضي الله عنهم فقد شارك في تدويل أخبار التاريخ الإسلامي وروايتها مجموعة من الإخباريين والرواة الضعفاء المتهمين في عدالتهم من أتباع الفرق الضلة كالسبائية والروافظة والشعوبية والزنادقة وكان للشيعة خاصة أكبر عدد من الرواة والإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم ومن الوسائل التي استقدمها المفتدعة من الإخباريين لغرض تحريف الوقاع التاريخية وتشويه تيرة الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنه أولا الاختلاق والكذب ثاليا الإتيان بخبر أو حادثة صحيحة فيزيدون فيها وينقصون منها حتى تتشوه وتخرج عن أصلها ثالثا وضع الخبر في غير سياقه حتى ينحرف عن معناه ومقصده رابعا التأويل والتفسير الباطل للأحداث خامسا إبراز المثالب والأخطاء وإخفاء الحقائق والمحاسم ثالثا صناعة الأشعار وانتحانها لتأييد حوادث تاريخية مزعومة لأن الشعر العربي كان ينظر إليه كوثيقة تاريخية ومستمد يساعد على توثيق الأخبار وتأييدها سابعا وضع الكتب والرسائل المزيفة ونحلها لعلماء وشخصيات مشهورة كما وضع في الرافضة كتاب نهج البلاغة ونتبته للخليفة الراشد علي بن أبي طالب ربع الله عنه ووضع كتاب الإمامة والسياسة ونصب إلى أبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الزين واري لشهرته عند أهل السنة وثقته بهم ومن هنا جاءت كتب التاريخ مشحونة بأقوال المبطلين إن لجمع المؤرخين كل الروايات على اختلاف مشاربها تاركا الباطل منها يكشف عن نفسه بوهي تناديه كما فعل الإمام الطبري فإما يلبس المؤرخ على الناس الأمر إذا كان من ذوي الملول والأهواء كابن مزاحم واليعقوبي والمسعودي وغيرهم العبارة دي مهمة بإحنا نفهمها ويقول من هنا جاءت كتب التاريخ مشهونة بأقوال المبطلين ما راجع التاريخ عند أهل السنة لأن المؤرخين كانوا فريقين فريق يزمع الروايات على اختلاف مشاربها لكنه يرويها من الأسانيد صحيح الأسانيد فيها كذبين ومضاعين وكذا وكذا ومتدعين إلى آخرين وفيها طبعا الموافقون لكن القادة عند العلماء كانت زمان إيه في عطل التدويل قمش ثم فتش هناك أذنب كثيرة جدا تدفع المحدث أو المؤرخ أنه يدول كل ما يستطيع جمعه بالأسانيد لأنه ممكن الرواي يسافر ممكن يموت ممكن يرحم البلد ذاته هو فيه ولا يجد بعد ذلك ممكن يكبر سنه ويحسن تخليف خرف الشيخوغة أو فقد الذاكرة ويختلط الأمر عليه وما يصلح التلقضها منه فهم كانوا يسابقون الزمن فكان الأول اللي يدولون وده السبب وجود الأحديث الضعيفة أحيانا في بعض الكتب وإيه كتب السنة فهو الأول يعني قمش يعني اكتب وسجل ثم فتش الألعاب كده تمسك الأسانيد العلماء في هذه المسألة ما يعتبرون قد قصروا لأنه مادام قرن الرواية بالإثناد فهو قرنها بالإثناد لأجل إيه ليتمكن الماء والمحافقون من دراسة هذا الإثناد وتصديق الخواعد العلمية عليه حتى يحكمه هل هو صحيح أم ضعيف أم كذا إلى آخرين فمادام الرواية والمدون قد دول الرواية مقرونة بسندها فقد درئت أو هداته وبرأت ذمته ولا يصير مسؤولا عنها إن كانت تجد لأنه قررها بوسيلة تحقيق إذن هذه القاعدة مهمة جدا إن إحنا يعني لا تحضرها بالذات لما نجد بعض روايات في الطبري وروايات في إير مقبولة روايات مرسوبة كيف نحكم عليها إبنها مرسوبة هل ننسيبها إلى الطبري وييجي بعض الجهة أنا يقول لك قراءته هذا في كتاب في طريق الطبري لا في دي كانت مرحلة التدوين أما مرحلة التمحيص والتحقيق صريح يمكن حصلت في الأحاديث بصورة جالية جدا لأهمية السنة أن التاريخ فحصل مرحلة الترافي في فن وتمحيص الأحاديث وروايات وذي سبب المشكلة في تزييف التاريخ الإسلامي واختلاف الأخبار بما لا يتمشى معه مفاهيم الإسلام يعني الصحيح في فريق أخر من المؤرخين يتعمد التلبيث ويتعمد التزييف لأنه ينتمي إلى أهل الأهواء والحرفات والضلات والبدع كبن مزاحم واليعقبي والمسعودي وغيرهم يقول وقد كان المسلمون الأقدمون يعدلون عن هذه المصادر التي اختلت الحق فيها بالباطل إلى المأثور في كتب السنة ومرويات الثقاط للوقوف على حقيقة ما كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه أو يعرفون الرواة وأحوالهم والأساندة وشروط صحتها فكان بمسعهم الحكم على الروايات وتمييز صحيحها من ضعيفها وقد صار على هذا النهج جلة من علماء الحديث كالخليفة بن خياط وأبي زرعة الدمشقي ويعقوبة بن سفيانة الفسوي وابن أبي شيبة وابن عساكر وغيرهم ثم جاءت رسول عمت فيها البلوى بمن لا يميزون بين روايات الصادقة والروايات الكاذبة وقل عدد القراء الذين يحسنون الرزوع إلى كتب المحدثين والمحققين فرأى إمام المالكية في عصره وكبير فقهاء الأندلس وعلمائها القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن هذه الحالة من قواصم الحق في الإسلام ومن أكبر المصائل الواقعة على المسلمين وأي شر أعظم من أن يكون للأمة ماضي كريم مشرف فتمتد إليه يد المفترين بالتشويه والتحريف حتى أحالوا صدى إله ربائل وطبعا الإمام أبو بكر ابن العربي كتابه العواصل القاسم من أهم الكتب يعني كنا الزمان في الولايات الدعوة ما يصلحش وأحلي وأسالفه ولا يقرأ هذا الكتب إطلاقا بيطرقه يحفظه وانتحن فيه يتطور تحريره لكن للأسف نجي بالآن حتى لناس متعرفش اسم ولا معنى اسمها العواصل من الكتب وهم توفر يعني هذا كتب وفي العصر الحديث زاد الخرق التساعة حيث سلقف المستشركون ومن شايعهم وتأثر بآرائهم من المنتسبين إلى إسلام هذه الأباطين بل كانت مغلما تسادقوا إلى اقتسامه ما دمت تحجم أغراضهم للطعن في الإسلام والنيل من أعراض الصحابة الكرام فعمدوا إلى التشبث بالروايات المشبوهة والضعيفة والساقطة يلتخطونها من كتب الأدب والتاريخ وقصف السمر والحكايات العامية والكتب الملحولة والضعيفة مثل كتاب الأغاني بالأصفهاني وده كتاب في غاية السوء والرباءة من أقبح وأسوأ الكتب التي فيها نفس شعوبي الحاقب على صحابة الله وعتقد الشاعر وليد الأعظم له كتاب مستقل بتتبع فيه كيد صاحب الأغاني عبد الفرج الأصفهاني على تاريخ السلف رضي الله تعالى يعني إذا أتت فرصة ممكن نستعرض هذا الكتب فما هي المطابرة التي استقوا منها التاريخ كتاب الأغاني من الفرج الوصفهاني البيان والتبين للباحث المعتدري الإمامة والسياسة المنسوب كذبا وزورا إلى الإمام ابن كتيبة الدين وري الكامل في الأدب نهج البلاغة وشرحه وغيرها من الكتب التي يعتمدون عليها في الغالب مع ما يجدون من الرواة الموضوعة في تاريخ الطبري والمسعدي واليعقبي والمزاحين وغيرهم ويكفيهم إشارة هامشية منها لكي يبادروا إلى تضغيمها والتوسع في إعطاء الشروف والتفسيرات لها والبناء عليها صرحا كاذبا من الموفيات والتخمينات كما تعدلوا طريق البحر ولم يتذوقوا خاصية العلم الإسلامي في الرواية والإطلاق إلا القليل منهم فاتوى عندهم الحق والباطل وأضافوا إلى ذلك دخيلة حفظهم على الإسلام ودولته وتاريخه وادعوا منهجا تحليليا يكذبون به على الحقائق ويستنطقون الروايات بما لا تنطق به ويدعمون أن هذا ما وراء الصطور فأحالوا تاريخ الأمة التي عرفت بالبساطة والصراحة والشهامة وعلمها الإسلام الوضوحة في القول والعمل والسر والعلن أحالوا ذلك التاريخ إلى تاريخ مؤامرات ودتائف قياسا على ما عرفته أوروبا من مكايب البلاط في عصورها المظلمة إن المستشركين في كثير من الأحكام يحكمون على الإسلام والتاريخ الإسلامي معتمدين على قيامهم ومقاييثهم الثقافية الخاصة بدلا من الاعتماد على المصادر التاريخية وأعراف ومبادئ المجتمع الإسلامي ولا شك أن مصدر الخطأ في منهجهم هو التدخل بالتفسير الخافئ من أحداث التاريخية وفق مقتضيات وأحوال عصفهم الذي يعيشون فيه دون أن يرعوا ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة وأحوال الناس وتوجهتهم في ذلك الوقت والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بها وبطرف النظر عن الحقد والتعصب لليهم يمكن القوم إن سلم الإحراف من هدهم ومن اتبعهم في هذا الطريق هو القياس الفاتي فلما كانت الخلافة الإسلامية عندهم لا تختلف عن أي حكومة مذهبية وكأن أطحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مجرد أشخاص لا يختلفون عن سائر الناس في المطامع والكيد السياسي فإن الخلافة الذي وقع بينهم لا يعد في ظهر هؤلاء أن يكون أزمة صراع على السلطة من ذلك الذي تشهده الحكومات الأوروبية في العصور المتأخرة فمثلا عندما يعرض المستشرق الفرنسي لا منت لحادثة تقيفة بني سائلة وهي تابقة رائعة لتطبيق الشورى الإسلامية حيث اقتنعت الأكثرية برأي الأقلية فإن صور المؤامرات في البلاط الفرنسي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تشوه رؤيته لأحداث التقيفة إن يزعم أن الصراع حول الخلافة بين المهاجرين والأنصار قد بلغ غايته مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر وعمر تنازع على انتزاع الخلافة والتعاقب عليها لغير صالح علي رضي الله عنه وبناء على ما سبق إذا كانت روايات التي تسوقها كتب الأخبار والتاريخ دون تمحوز أعطت صورا مشوهة لأحداث التاريخ الإتلامي وذلك لتأثر الإخباريين الذين اعتمدهم الإمام الطبري وغيرهم من المؤرسين بالأهواء المختلفة والاتجاهات المنهرية والسياسية المتبينة التي طبعت رواياتهم عن عصر الرشدين وما بعد وإذا كانت الانحرافات في كتابة التاريخية في العصر الحديث تكمن في سوء القصد وتعمد التحريف والتشويه عند البعض وفي انعدام الالتزام بالأصول الإتلامية في الفكر والتصور والأصول المنهرية في النقض والتحقيق عند الآخرين إذا كان الأمر كذلك فإن الخروج من المأذف والوضع السيء الذي أحاط بكتابة التاريخ الإسلامي في القضين والحديث يتطلب القيام بأمرين اثنين الأول تحقيق الروايات التاريخية وفق الموازين النقضية التي اتبعها علماء الحديث النبوي ذلك أن الحقائق الناصعة في تاريخنا تحتاج إلى استخراجها من الأنقاض أنقاض الأوهام والمفتريات وأنقاض الأهواء والبضع والمذهبيات التي افتراها المفترون ووضعها الوضعون من بين رواة الأخبار وهؤلاء ليسوا قلة حتى تحتاجوا من جهابدة العلماء إلى تصانيف خاصة بهم كالمجروحين والمتروحين والضعفاء وعليه ينبغي التثبت من النصوص وتنخيص الأخبار وذلك بربط دراسة التاريخ الإسلامي إلى حد ما بعلم الجرح والتعديل وهو علم جليل يقوم على دراسة المستفيرة لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصفاتهم وأخلاقهم وعقائبهم وقد بذل علماء هذا الفن جهدا عظيمة وتحملوا في ثميل ذلك التعب والسفر الطويل والرحنات المتعددة للتحري والتنقيب عن أحوال الرواة ودراسة حياتهم والسؤال عنهم وقد كانوا في دراستهم لأحوال الرواة في غاية التجرد عن الهوى والموضوعية في البحث لم تؤثر فيهم روابط الصداقة أو القرابة أو الاشتراك في الموت والمذهم لأن الحق الذي جعلوه نصب عينهم كان أعلى وأغلى في نظرهم من كل اعتبار آخر ولا شك أن تطبيق هذا النقد على رواة الأخبار يؤدي إلى توثيق سند الرواعات التاريخية وفحص أولئك الرجال الذين تناقلوها لا سيما وأن المؤددين المسلمين القدامى سأثروا فيما كتبوه بطريقة رواة الحديث في نكر أسالين الأخبار على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر مثبي تحدده طبيعة المرويات فمن العكيس تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل كتواته على جميع الأخبار التاريخية وإن اشترت العلماء في المؤرخ ما اشترتوه في رواية الحديث من أربعة أمور العقل والضبط والإسلام والعذالة لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أتنجها إلى درجة الأحاديث النموية التي ما يتعلق بمعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته من طريق مصنفات السنة ولهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار وبين ما يتساهل فيه تبعا لطبيعة ما يروى فإذا كان المروي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد الصحابة رضي الله عنهم فإنه يذب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم أما إذا كان المروي لا يتعلق بالعقائف أو شيء من الأحكام الشرعية فإنه يتساهل فيه قياسا على ما أصله علماء الحديث في باب التشديد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضاء الأعمال وهي المسألة المشهورة في علم الحديث وهي الأخذ بالإيه بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال وهي المسألة خلافية وحتى الذين يجيزون ذلك فيجيزونه بشروط فيقبل في هذا الباب من الرواة الضعيفة ما لا يقبل في سابقه فيستشهد بها لأنها قد تشترك مع رواية الصحيحة في أفض الحادثة وربما يستدل به على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الضعيف الأخرى التي هي أوتقوا سنداء وهذا منهج معتبر عند العلماء المحقيقين فنجد مثلا الحافظة بن حجر يقول في محمد بن إسحاق إمام في المغازي صدوق يدلت فيفرق بين المغازي وبين الأحاديث إمام في المغازي صدوق يدلت ويقول في سيف ابن عمر الثميني ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ لكن هذا لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقض أسانيد الروايات فهو وسيلتنا ما أمكن ذلك إلى الترجيخ بين الروايات المتعاربة كما أنها خير معين في رفض بعض المطور المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا والمطلوب في كتابة التاريخ الإسلامي اعتماد روايات الصحيحة ثم الحسنة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام وعند التعارض يقدم الأقوى دائما أما روايات ضعيفة التي لا تقوى فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسد روايات الصحيحة والحسنة بشرط أن تتماشى مع روح المجتمع الإسلامي ولا تناقض جانبا عقديا أو شرعيا لأن القاعدة هي التثبت فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة ولا يخفى أن عصر الخلافة الراشدة مليء بالثوابق الفقهية والخلفاء الراشدون كانوا يشتهدون في تكيير دفة الحكم وفقة عليم الإسلام فهم موضع اقتداء ومتابعة فيما اصطبطوا من أحكام ونهم لإقضية استجدت في مجتمع صدر الإسلام وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجه ومن المفيد جدا في دراسة التاريخ الإسلامي الرجوع إلى كتب السنة كمصدر مهم وراجح لأحبار الصدر الأول لموجود روايات تاريخية كثيرة فيها على درجة عالية من الصحة ونظرا لأن كتب الحديث خدمت أكثر من كتب التاريخ من قبل النقاد فمثلا قد تميز صحيحا البقاري ومسلم وعرف أن كل ما فيهنا صحيح بعد الدراسات النقدية التي قام بها حفاظ كبار قدامى ودارسون معاصرون وتفضاعف كمية هذه الأخبار الموثوقة بالرجوع إلى كتب السنن والمسانيد والمصنفات ومعالم الصحابة وكتب الفضائل والطبقات والتواريخ التي صنف المحدثون وكتابات العلماء الذين كانت لهم علاية بشرح كتب الحديث وذلك أن ثقافتهم الحديثية الممحصة واقتلاثتهم من كتب التاريخ المفقولة التي دونها المحدثون الأولون جعلت شروحهم غانية بنصوف تاريخية وكتاب فتح الباري شرح صحيح البقاري بالحافظ ابن حذر رحمه الله تعالى يعد مثلا واضحا لهذه الكتب وهؤلاء العلماء أما الأمر الثاني فهو صياعة التاريخ الإسلامي وفق التصور الصحيح والموازين الشرعية فالتاريخ الإسلامي هو تاريخ دين وعقيدة قبل أن يكون تاريخ دول ومعارك ونظم سياسية لأن العقيدة هي التي أنشأت كيانات من الدول والمجتمعات بنظمها السياسية والإدارية والتعلمية والاقتصادية وغيرها ولأجل هذه الصفة في تاريخنا الإسلامي فإنه لابد من دراسته وفق منهج علمي صحيح منبثق من التصور الإسلامي والعقيدة الصحيحة عن الله والكون والإنسان والحياة يعني إذن لابد من ربط التاريخ بالعقيدة لأن ثالثنا هو جزء من عقيدتنا يقول إنه لابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس في صدر الإسلام وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والعلاقات الإنسانية والاجتماعية ونظم الحكم وسياسة المال وطرق التشبيع ووسائل التنفيذ في إطار المبادئ والمساهيم والقيم الإسلامية إن دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي الذي تهيمن عليه العقيدة كانت في صدر الإسلام تتأثر كثيرا بالتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى إلى الجزاء الأخروي يعني هذا هو الأصل في كل من كان في صدر الإسلام أنهم في أعمالهم وسلوكهم لا يقص عليهم غيرهم من الأجيال وغيرهم من الأمم لأنهم كانوا ما يريدون إلا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وطفوة المؤمنين عادة لا يشركون دوافع أخرى في سلوكهم إذ لا بد من إخلاط المية لله تعالى في كل أعمال المسكن سواء كانت جهادا بالنفس أم نشاطا اجتماعيا أم اقتصاديا أم سياسيا فعمل المسلم في كل مجالات الحياة يدور حول إرضاء الله تعالى وتعالى فيعرف المسلم أنه إذا أشرك في نيته وآثر الدنيا فإنه يحبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه وإذا كان هذا التصور يتحكم في كثير من المسلمين الوعين اليوم فكيف كان أثر ذلك في جيل الصحابة والتابعين وهم خير القرون يعني أن الباعث والداتة إلى أي عمل في أي مجال سواء في صلاة أو ذكاء أو موقف سياتي أو جهاد أو نحو ذلك الأصل هو أنهم ما يردون إلا الله تعالى والدار الآفرة كلك الدار الآفرة نجعلها الذين لا يردون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة بمتفين فإذا كان حتى يومنا هذا من ينسل إلى الصلاح وإلى التقوى لا يظن به إلا أنه يريد الله والدار الآفرة فكيف يمدغل يكون ظننا بخير أمة بخيرت للناس وهم أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إن معرفة أثر الإسلام في تربية أتبعه في صدر الإسلام وتذكية أرواحهم وتفقيف عقولهم وإخلاص عقيدتهم وتوجههم إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة يجعل من البدهي التسليم بأن الدافع لهم في تطرفاتهم وسلوكهم لم يكن دافعا دنيويا لقدر ما كان وازعا دينيا وأخلاقيا يحص على فعل الخير والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذن هذا القيادة مهمة جدا ونحتاجها بالذات في هذا البحث بحث مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفترة لأن من لا خلاق لهم من المؤرخين والمذورين وأعداء الصحابة وأعداء الدين حينما يريدون أن يطعنوا في الإسلام فإنهم يتسللون إلى ذلك من خلال التطاول على مقامات الصحابة وسوء الظلم بنيتهم وتصويرهم كانهم يتنزعون مثل أي حزب سياسي أو أحزاب سياسية على السلطة وعلى الملك وعلى الجاه ونحن ذلك حاشاهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين تجلى نجاح دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع العملية في تربيته لأصحابه ومن ثم كانوا خير أمة الخيارة الناس وهم خير الأمم عن الإطلاق وأفضل أولياء الله فعالة بعد الأنبياء على الإطلاق فلا يمكن أن نفصل تطرفات الصحابة وسلوك ياتهم وتاريخهم عن تربياتهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأدب مع الصحابة ومرعاة نقامتهم الشريفة هو جزء لا تجزأ من عقيدتنا وهذا الموضوع يعني أشارنا إليه مرارا وسنزدده الإلهة إن شاء الله بعد ذلك يقول ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع مصادرنا التاريخية وعدم التسليم بكل ما تطرحه من أخبار وإحالة روايتها قبل القبول بها على المجرى العام للمرحلة التاريخية لمعرفة هل يمكن أن تتجانت في سباها ونحمتها مع نتيج تلك المرحلة أم لا وهكذا توضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته في الحسان وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري من عدمه هل الراوي متعصب ضد صحابة أم أنه إنسان ممصف عدل فينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري من عدمه فمن لاحك عليه أمارات التعصب والتحيز بطعم أو لمز في أهل العدالة وافتقة من الصحابة أو مخالفة لأمر معلوم في الشريعة أو عند الناس أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره لأن الخصومة والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة بل هناك مخيص أخرى ينبغي الأخذ بها عند دراسة أحداث صدر الإسلام وهي عدم إقحام الحكم على عقائد ومواقف الصحابة بغير دليل في تناية صرد الأعمال وهو ما يسميه بعض المدورين من المؤرشين المضللين بالمنهج التحليلي أو الموضوعي يعني يأتي بالحادثة ويحللهم من وجهة نظر يهوى لأنهم غالبا ما في قلوبهم احترام للصحابة ولا إدراك أن تعظيم الصحابة وحصة ظن بهم جزء لا تلزق من عقيدتنا يطلقون لأقلمهم العنان في الاتواهم ولخيالاتهم تجنح وتغالر في تضخيم الأمور التي هي عادية بما ينسبون إلى الصحابي من سوء النية أو الحكم على عقيدته وما ينويه من هذا الموقف بدون دليل يقول عدم إقحام الحكم على عقائد ومواقف الصحابة بغير دليل في تناية صرد الأعمال إذ إن الحكم على أقدار الناس يجب أن يكون قائما على حسن الظن حتى يثبت سناف ذلك أيضا عدم تجاوز النقل الثابت إلى إرادة الذنون والفرضيات يكون نقل ثابتا من حيث السند ثم يعدون عن ذلك ويأخذون الذنون والفرضيات والاختمالات والأوهاب فهذا مما نزه الإسلام المسلم عنه ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل ولم يقل أحد إن حسن الأدب هو السكوت عن الأكاديم وإنما حسن الأدب هو ردها وتنقية سيرة الصدر الأول منها كما أن حسن الأدب يقتضي السكوت عن الظنون والكفة عن اقتفاء ما لا علم لنا به يقينة وكثيرا ما تلح على المرء في هذا شهوة للتنتاج ودعوة تحليل وقد أمرنا الشرع الشريف أن تكون شهادتنا يقينية لا اتنتاجية لا يصلح أن تشهد على شيء أن تكتل فيه أمر للشرع أن تكون شهادتنا يقينية لا تنتاجية فيما نشهد من حاضرنا يقول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فكيف لمن يشهد بالظن والهوى في من أدبر من القرون إن الإسلام له منهجه في الحكم على الرجال والأعمال فهو يأمر بالشهادت بالقسط وعدم مسيارة الهوى في شنآن أو محبة ويأمر باستباع العلم للظن وتنحيص الخبر والتثبت فيه أن يصاب قوم بجهالة وهذا في حق كل الناس فكيف بخير القرون أما إن المجتمع الإسلامي يثير على السنن الصبيعية لكل المجتمعات فهذا حق ونحن لا نعصم فردا أو مجتمعا من أن تسريع عليه هذه السنن إلا أن يكون نبيا أو رسولا ومن هنا يجب أن نعلم أن الذين صنعوا التاريخ رجال من البشر يجود عليهم الخطأ والسهو والمسيان وإن كانوا من كبار الصحابة وأجلائهم إلا أنه ينبغي لحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد ونذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا فهو إذا على كل حال مأجور فلا ننقسم وقد آجره الله كما أنه قد تشهد له دلائل وفضائل أخرى وتشفع له مواقف ثابتة يعني لا نعزل الموقف عن الظروف ولا ملبسات التي صحيص به كي نفقه حق الفقر ولا يكفي وجود خطأ اجتهادي من شخص معين مثلا من الصحابة بأن يشطب على هذا الصحابي كله لكن لمدة بين ميزان العجل ووضع الأمور في السياق العام يقول يلزم دارس التاريخ أن يدرس الظروف التي وقعت فيها الأحداث والحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي اجتنفت تلك الأحداث والأجباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ قبل أن يحكم عليها حتى يكون حكمه أقرب إلى الصواب ونكتفي هنا بمثال واحد لديان الطريقة المثالية في معالجة القضايا والأخطاء ألا وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من صريح حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه حين أرسل كتابا مع مرأة من المشركين ليخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة من هذه الحادثة نستطيع أن نحدث ثلاث مراحل للمعالجة العادلة للخطأ أو الحادث المرحلة الأولى مرحلة التثبت من وقوع الخطأ أو وقوع الحادث وفي هذا الحادث تم التثبت عن طريق أوثق المصادر وهو الوحيد كما في صدر صورة الممتحلة الوحيد الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التثبت أما المرحلة التثبت وتبين الأسباب التي لفعت إلى ارتكاب الخطأ وهذا الأمر متمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه ما حملك على ما صنعت وهذه المرحلة مهمة لأنه إذا تبين بعد طرح هذا السؤال أن هناك عذرا شرعيا في ارتكاب الخطأ تنتهي القضية عند هذا الحد فإذا لن يكن العذر مقنعا من الناحية الشرعية فإنه يصار إلى المرحلة الثالثة وفيها يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكبين الخطأ وحشدها إلى جانب خطأه يعني لا نكون إحباطيين نعتقد أن الخطأ الوحيد يحبط كل ما سبق إنجازه على يد هذا الشخص أو على يد العالم ونحن ذلك يقول فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسناتهم ونحن نرجع حاذفة عمر حينما كان أصحابه مقبلا على بيت المقدس لتسلم مستجاح بيت المقدس ولما مروا بمخاضة بركة ماء أو بحيرة نزل عمر من على الناقة وخلعا علي ووضعهم على عتقه وأخذ بذمام الناقة وخض بها المخاضة وهو حافي القدمين فقال له أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا تنزل من على الناقة وتخلع عليك وتضعوهم على عتقك وتأخذ بذمام الناقة وتخد فيها المخاضة ما يسرني أن أهل الشام وبطريقة الشام استقبلوك كيف إذا رأك البطارقة هم فعلا كانوا وقفين على السور ويشاهدون هذا الوقت فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه أوه وهي اسم فعلا مضارب معنى أتذكر أو أترجع مما تقول أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته ذكادا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزل الله به أذلنا الله الشاهد هنا قوله لو يقل ذا غيرك يعني عمر معروف بدرته الذي كان يؤدي لها الناس لكن مع أبي عبادة بن جرح أمين الأمة وأحد العشر ومشرين بالجنة فلا بد أن يعرفة أقدار الناس وحتى إذا أخطأ لأن هناك أسلوب معين في الرد عليه لأن قبل أن يتكلم الإنسان في حق شخص لا بد أن يكون عارفا بقدره لأنه سيختلف الأسلوب في التعاون مع واحد من عموم الناس أو مع واحد من خواصهم ويبغي أن تنبل الناس ومنازلهم ولذلك قال عمر أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لأنك أبو عبيدة لا يستطيع أن يفعل معه ذلك عمر فهنا مراعاة أقدار الناس أيضا هناك تسحاب الأصل عالم كبير أو عالم جليل له مواقفه وجهاده وتضحياته وكذا وكذا ثم بدر منه خطأ بحكم السفة البشرية فلا يكفل لأن يشطر عليه كما يفعل الإحباطية وخصائي الجرح والتجريح نحن إذا راجعنا في قصة صلحة الأمية حينما النقى بركت في موضع معين القصوى يعني وهي نقى الرسول عليه السلام فقال الصحابة واجلاوا عنهم خلأة القصوى خلأة يعني نحرت يعني ايه تمردت لا تمتثل الأوامل خلأة القصوى فرضي بالنبي عليه السلام كيف يقال على النقى خلأة القصوى فانظر إلى الدقة التعبير والأدب والتربية التي يربين عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلأة القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبثها حابث فيه انظر حتى مع الحيوان استضحب الأصل قال وما ذاك لها بخلق فإذا استضحب الأصل والأصل هو الإخلاص وإرادة وجه الله بالأعمال الصلاحة وغير ذلك مما يحتضي حسن الظلم ولذلك لما كان بعض الشباب في بعض البلاد يتقالوا لي منذ سنوات عن بعض الدعاء المشاهير الذين خدموا الدعوة أعظم الخدمات وكان يعني من جماعات الجرح والتجريح أقل خطأ يقف عليه العالم فيشتوا عليه تماما هذا المذهب الإحباطية وإحباطون العمل بخطأ واحد فكنت له هذا الشخص الذي تعرفه إذا ذكر إسمه هل بيقفز إلى ذهمك لاعب كرة أو ممثل أو مغني أو صحفي إذا ذكر فلان ما الذي يقفز إلى ذهمك يقفز العلم والدعوة والجهاد والأمر المعروف والنها المنكر فهذا هو الأصل فيه أهل الخير والدى المسلمين الأصل فيه يمدغي أن يستطحب فإذا كان الرسول على الزمراعة في الناقة هذا الأصل استطحبه فقال ما خلعت القصوى وما ذاك لها لخلق ليس هذا من خلقها ولكن حدثها حابس فيه ففي هذا الحديث استطحب الأصل ويعني هذا ما أشارنا إليه نعود إلى حديثة حاطب إذن بلتعى المرحلة أولا كهذا مرحلة التثبت من وقوع الخطأ وهذا قطعا حدث عن طريقه أوثق مصدر على الإطلاق وهو الوحد الشريف الثانية مرحلة التثبت وتبين الأسباب وذلك في قوله عليه السلام من الحاطب ما حملك على ما صنعت هنا إحاطة بالعوامل النفسية والأعذار وإيه الدوافع التي أدت إلى هذا الشيء فإذا لم يكن العذر مقذعا من الناحية الشرائية فإنه يصار هنا إلى المرحلة الثالثة وهي التي يتم فيها جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمبتكب الخطأ وحجدوها إلى جانب خطأه وهو ما يذخر منه أخصائي الجرح والتعديل بما يسمونه فقه منهج الموازنات ويطلقون الكلام في طعم كيمن ينهج هذا المنهج ومنهج الموازنات ليس بالمنهج المطلق للخصام بلا قيود منهج موازنات له وصوله له قواعده التي وضعها العلماء إذا يعني ذلك أنك تأتي للمتدع الغليب البدعة وتسمي عليه وتوازن لا إذا كان إنسان ذكر حسناته سوف يلبس على الناس فيسبعونه في ضلاله فهذا مما لا ينبغي أن تنكر حسناته لكن الأصل أن يرعى الإنصاف وذا منهج رسخه كثير جدا من العلماء المحافظين على رأسيب الشيخ الإسلامي السامية والإمام الذهبي والإمام النقيم وغيره من علامة إلى الأجل فلا ينبغي إطلاق القول بثلب وطعن في قضية منهج موازنات بصورة مطلقة لأن هذا من الجور وعدم الإنصاف قد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسناته ذاك الشخص وهذا هو الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم مع حاطب رضي الله تعالى عنه حيث قال لعمر عندما استأذنه في قط حاطب أليس من أهل بذر ثم قال عليه السلام لعل الله قد اطلع على أهل بذر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو غفرت لكم والحديث صحيح ومعروف فهنا بيان أنه من أهل بذر وهذه منقبة لا توازيها منقبة من أفضل طبقات الصحابة على إطلاقهم أهل بذر رضي الله تعالى فهذه الحسنة لم تحبط ومعنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا يمكن أن يتمهى الصحابة على أنه اعملوا ما شئتم يعني مسموح بإطلاق نكوة في المعاصي لا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بمعنى أن الله يعلم من أهل بذر أنه إذا أذنب الواحد منهم ذنبا فإنه يتوب ثوبة صادقة مباشرة بعده فلذلك يغفر الله لهم لأنهم يسرعون إلى الثوبة ينبغي أن نعلم أن بعض تلك الأحداث الواقعة في صدر الإسلام لا يتوبها غير ظروفها التي وقعت فيها يعني لا تفصل الحادث عن الملبسات المحيطة به فلنحكم عليها بالعقلية أو الظروف التي نعيش فيها نحن أو بأية ظروف يعيش فيها غير أصحاب تلك الأحداث لأن الحكم حينئذ لن يستند إلى مسوّغات موضوعية وبالتالي تكون نظرة الحاكلة إلى هذه الرقائع لم تستكمل وسائل الحكم الصحيح فيصدر الحكم غير مصابق للواقع يذكر الدكتور أمحزون أن منهجه بهذا كتاب ليس يعني تتبع كل الشمهات التي أثيرت حول التاريخ الإسلامي أو نقض جميع دوايات التي لا تنسجم مع تلك المرحلة التاريخية ولكن المنهج يقوم على بيان الحقائق التاريخية مدعما بالأذلة من النصوص الصحيحة وتقديم الروايات التي تتماشى في مضمونها مع معطيات تلك الفترة وذلك في أطار المبادئ والمفاهيم والقيم الإسلامية ومن منطلق دوافع السلوك عند الأسراد والحكام في ذلك العصر والتي كانت توجهها العقيدة ثم يدعو الباحثين والمؤرخين المسلمين إلى تقديم دراسات مفصلة تكشف عن حقائق التاريخ الإسلامي وصياغة منهج النقدي تعامل وفقه الروايات التاريخية والمساهمة في تصفيح الأفكار والمفاهيم والعودة بالنشئ إلى المنابع الصافية في الكتاب والسنة لأن تاريخ أمتنا بمثابة عرضها وشرطها إذ هو القناة التي أوصلت لما هذا الجنة جملة وتفصيلة وبقدر ما تتلوث يتلوث المنقول خلالها ومن الواضح أن إبراز المنهج الإسلامي في كتابة التاريخ وتدوين قواعده وبيان ركائده ومنطلقته والانتزام به من أهم وسائل التصحيح المنشود في هذا السبيل إن هذا الانتزام يعد ضرورة علمية وواجب شرعي وحاجة إنسانية فالإخلال بها إخلال بموازيم العلم الصحيح وبالأحكام الشرعية كما يسبب نقصا كبيرا في الدراسة وتشويها للوقاع التاريخية بل يسبب حرافا خفيرا في التفسير والفهم والسلوك تجاه الأحداث ومن ثم أصبح فرضا على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات وأن يبادر له ويشتهد فيه ما استطاع إلى أن يكون أمام شباب المسلمين مثال صالح من ثلاثهم يقتدون به ويجددون عهده ويصلحون سيرتهم بصلاح وكمال سيرته وفي هذه النقطة بالذات الحث على أن ينتجب من يكون مؤهلا نفسه لأداء هذه الوظيفة المقدسة وظيفة تنقية التاريخ من الشوائب التي وظيفت فيه وتنذيهه عما زورت فيه هذه من المقاصد مهمة جدا وهناك بلاحظة سوف أذكرها حينما يأتي ذكر الإمام الحاصر ابن عساكر رحمه الله تعالى يقول ولأجل ذلك لابد من محاولة جادة لإعادة سياغة التاريخ الإسلامي بأقلام إسلامية تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني اللي يعيش جمع الدكتوراه في الإسلام يروح يخذها من جمعة السربون ويبقى المشرف عليه أعداء الله وأعداء الرسول عليه وسلم الذين يكهدون لأماتنا لي نهار هو ده السبب بتاعه أنه واحد مستشرق كما حصل من طاع حسين والطعن في التاريخ الإسلام وتشويهه لأنه رضع من لبان هؤلاء الكفار والمستشرقين في فرنسا حتى إن أستاذه مسليون يكون مبتهجا بكلام طاع حسين وطعنه في التاريخ الإسلامي يقول إذا قرأنا كلام طاع حسين كل ما هذه بضاعتنا ردت إلينا ومنهجه خائم على إدفت الشك في كل شيء الشك في الزوايات نعود إلى الموضوعنا يقول هنا لابد من محاولة جدة لإعادة سيارة التاريخ الإسلامي بأقلام إسلامية تؤمن بالله ورسوله وتحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحث بدور الإسلام في الحياة كما تحث بدور الكدوة الصالحة للخلافة الراشدة في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا لا فيما وأن تاريخ الخلفاء الراشدين اختص بصفات تميز بها الخلفاء وهذه الميزات التي جعلت الرسول الإسلام يقول فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فيعني تاريخ الصحابة تعتبر لذاته لفترة الخلافة الراشدة أحد مصادر التشريع الإسلامي فحتى الخلاف بين الصحابة لما يكون فيه واحد من الخلفاء الأربع غير لما يكون الخلاف داخل أقوال الصحابة وليس فيه أحد من هؤلاء الخلافاء الأربع رجل المهو سعال عنهم إجمعين فالتاريخنا لا ينفطل عن عقيدتنا وإذاك نجل الذي يطعم في التاريخ لابد أن يكون فيه خلل فيه عقيدتنا زي الروافة الشيعة كل السموم التي ينسبونها إلى تاريخ الصحابة ناشئة عن ماذا أنهم لا يشاركوننا في تعظيم الصحابة ولا احترام الصحابة بل يكفرون الصحابة ويعتقدون أنه مرتدون إلا ثلاثة يعني معناها تكريب لإيه؟ بالقل القرآن الكريم كنتم خير أمتهم أهلية كنتم يعني أنتم وما تقول لو كان الله رفورا رحيمة كان يعني في الماضي أم الصفة ثابتة فهذه المخاطبة الصحابة كنتم خير أم يعني أنتم خير أمة أهلية الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين فلما فتزت العقيدة زوروا التاريخ يقولوا لا تيمعوا أن تاريخ الخلفاء الرشدين اختص بصفات تميز بها الخلفاء في سلوكهم الذاتي وفي إدارتهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعكدتها وحفاظهم على النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة والجهاد وإقامة العجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك صار عصرهم مع عصر النبوة معلما باردا ونموذجا مكتملا يتعى كل داعية ومصلح إلى محاولة الوصول إليه وجعله معلما من معالم التأثي والقدوة الصالحة للأجيال الإسلامية في كل عصر خاصة وأن الحديث الصحيح الذي رواه هذيفة إبدو اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بعودة الخلافة الراشدة وإقامة دولة الإسلام من جديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون لهوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فهذه تذكية لمنهج الخلافة الرشدية خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وهذا إشارة إلى أنه لا يمكن أن يحصل تنكين للمسلمين إلا بعد الرجوع إلى منهاج النبوة أقول قولي هذا وأتغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى